أما عضو المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن محمد البخيتي فكشف في حديثه إلى الميادين أن الولايات المتحدة قد استخدمت لغة الإغراءات مع اليمن في مقابل وقف عملياته ضد الاحتلال الإسرائيلي لكنها لم تنجح قدموا مغريات لليمن منها الاعتراف بحكومة صنعاء والتخلي عن كل مرتزقتهم في اليمن وانسحاب القوات الأجنبية مقابل أن نوقف عملياتنا العسكرية ضد الكيان الصهيوني وضد أمريكا وبريطانيا ولكننا رفضنا هم استخدموا في البداية لغة في التهديد عندما عرفوا أن هذه اللغة لا تجدي مع اليمنيين استخدموا لغة الإغراءات ولكن مثل هذه الإغراءات هي أيضا لا تجدي مع الشعب اليمني